تفضل إلينا البارحة منه بشكل مباشر وحدات الجيش العربي السوري هي تتصدى وتهاجم يعني بدل أن كان هناك صد هجوم وكانت بموقع الدفاع وحدات الجيش العربي السوري هي الآن الهجوم على المجموعات الارهابية المسلحة لدحرهم بالمنطقة التي كنا قد نقلنا منها البارحة على الأسراد الدولي من معامل الكراش معامل الدبش حيث كان هناك المفاخختين التي استهدفا حواجز الجيش العربي السوري والشرطة المدنية إذن إياد آخر المستجدات التي هي حتى هذه اللحظة كراج العباسيين مع الجيش العربي السوري النقاط التي هي حول كراج العباسيين التي هي تابعة لبلدة جوبر وأيضا هناك مباني تابعة للقابون مثل سيرونيكس أكثر من منطقة رصدنا لكم أيضا الحارات التي هي تتبع للقابون هناك اشتباكات ما بين الجيش العربي السوري والمجموعات الارهابية المسلحة ليس بجديد على الحرب التي تعيشها بلدنا ليس بجديد عمليات الكر والفر يعني ليست هي المرة الأولى ولكن تحديدا الرهان كبير على العاصمة دمشق لذلك نلاحظ هذا التجيش إذن نحن الآن متواجدون في ساحة العباسيين كما تشاهدون بكاميرا الإخبارية السورية نلاحظ سحب الدخان التي هي منبعثة من خلال بسبب العمليات الميدانية التي يشنها الجيش العربي السوري الضربات التي يشنها الجيش العربي السوري من خلال سلاح الجو المدفعية وأكثر من شيئها نلاحظ هذه العمليات في عمق القابون إياد إذا كنا نلاحظ في كاميرا الإخبارية السورية هذه العمليات هي العمليات حاليا في القابون نعم ليمونا بعمق القابون والعمليات ما تزال مستمرة حقيقة إياد يعني في عمق القابون بالأبراج القابون وصولا إلى الحدود التي الحدود الواصلة إلى مشفى تشرين أي التابع إلى بلدة حرسة هذا المحور الجيش العربي السوري يكمل هذه العملية التي بدأها منذ أكثر من 15 يوما نعم ليمونا هناك هناك من يروج على أنه التنظيمات الإرهابية بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعض القنوات تحدثت عن أنه التنظيمات الإرهابية أصبحت في ساحة العباسيين وربما بعد ساحة العباسيين كيف ترد ليمونا وانت في ساحة العباسيين نحن الآن نحن الآن متواجدون في ساحة العباسيين سنتحدث مع بعض المر التناولون القهوة الكازية معروفة هنا في ساحة العباسيين مرحبا عم كيفك؟ تعودنا على الأصوات صحتين أول شيء صحتين صحتين هلأ نحن في عنا منعرف العمل بالنسبة للقنوات المغرضة والمواسط هلأ حاليا عم بيقولوا أنه نحن متواجدين بساحة العباسيين أنه نحن عم ننقل كذب مو على هوا مباشرة ومعنا موجودين حكي لنا الحالي يعني هاي ما شو ما شايفة بعينك يعني ما في شيء الحمد لله من الصبح صلنا من الساعة ستة الصبح اه ما يعني بس أصوات واي عادية اه ما في شيء يعني الحمد لله نشكر الله ما في ما ذول قنوات اللي عم يقولوا هاي الحقي هاي كله كذب كذب صررنا عرف عليه بصم صيب تلقيت شيء اتصال من حدان من أهلك بالمغترب عم يسألوك عم يتطمل ما في شيء الحمد لله هاي واقف أنا قلت لنا بالكازية بنصر كازية عم نشتغل والحمد لله شو في عندكم العباسين أنا قلت لنا هل ما في شيء والله آدي بنصر الساعة العباسين أنا لكني بالساعة العباسين من الستة الصبح شو عندك شو طبيعة عملك بالكازية يعني ما ما في شيء الحمد لله كلهم دور صرنا نحفظهم كذب يعني كلهم كذب بكذب حارزينهم بصم حامل ساعة عندي ساعة هلا ساعة عشرة وتساعة مصبوطة شكرا لكم شكرا نعم نحنا تعودنا الله يحميكم يا رب الله هيك يفرج على البلد والحمد لله نشكر الله الحمد لله نشكر الله الله يحميكم ويحمي رجال الجيش العربي آمين يا رب الله يحميهم يا رب مرحبا 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 كيفكم الله يساعدك كيف الأوضاع والله الحمد لله شوفت عينك من أين تفاقين والله من السبعة يعني ما فقتوا على الأصوات متل ما عم نسمعها هلأ هلأ صر للفترة العمليات القتالية بس في أكتر من يومين استهداف كان للجيش العربي السوري بمفخختين واليوم كمان تم كمان استهداف لما اللي سمعتوا الأصوات حبيتوا تظلوا موجودين ولا كيف حكيلي موجودين والله لقيتش اتصالات حدا سألك عم يستفسر كيف الأوضاع هون بساحة العرب لها لم يتصلوا من وين من جرمانا طيب بدي اتشكرك بدي اتشكرك يمكن هلأ عم يجيك اتصال على الهواء أهلا وسهلا ياد يعني نحن نتجول الآن في ساحة العباسيين كما تشاهدون إذن كما قلنا الدخان المنبعث من من عمق الكاميرا هذا الدخان بالعمليات القتالية في القابون محاولة جديدة هذه المحاولة الثانية لمؤذرة المجموعات الإرهابية في القابون لفك الحصار عن المجموعات الإرهابية في بلدة القابون عمليا العمليات الميدانية مركزة في جبهة القابون نعم وأيضا نود أن نذكر أيضا فيما يخص بلدة برزة هي عمليا لا تخضع للعمليات القتالية بسبب الفصائل الإرهابية المتواجدة في برزة هي قليلة والأغلب منهم هم يود أن يكون هناك مصالحة وتسوية ولكن هناك تنظيمات إرهابية تضغط من جبهة القابون إلى الفصائل القليلة المتواجدة في بلدة برزة إذن العمليات مستمرة العمليات القتالية في عمق القابون ما تزال مستمرة وأيضا جبهة جوبر كما ذكرنا مبنى الكهرباء وأيضا مبنى الغزل هناك في مبنى الغزل المعارك حيث خرجت عن بعد أمتار قليلة من معمال الكراش مفخخة جديدة فجر هذا اليوم استهدفت من جديد حواجز الجيش العربي السوري نعود ونذكر بأن ساعات الصباح الأولى وهذا الصباح كان صد هجوم للمجموعات الإرهابية المصلحة من خلال رجال الجيش العربي السوري لهذه المحاولة الفاشلة محاولة يائسة صحوة الموت لدى المجموعات الإرهابية المصلحة يعني بدأت تتكشف ياد كما ذكرت لكم نحن الآن متواجدون في ساحة العباسيين ننقل بالصوت والصورة ومستمرين في هذه التغطية على الهواء مباشرة ننقل لكم كل جديد إذا نعود ونذكر بأن كراج العباسيين هو مع الجيش العربي السوري أيضا المباني المحيطة بكراج العباسيين التي تتبع لبلدة جوبر والمباني التي تتبع أيضا لبلدة القابون مثل منشأة سيرونيكس وأكثر من منشأة هي أيضا بعهدات رجال الجيش العربي السوري أخذوا أكثر من بناء ويحاولون صد الهجوم ودحر الإرهابين إلى نقاط بعيدة عن العاصمة دمشق أيضا ليمونة صالح مفادة الإخبارية سوريا إلى ساحة العباسيين كل شكر لك أعود إليك دكتور